تعود إلى مبادرة السيدة الصدر برأيك الأطراف شون استقبلتها؟ شوف كل الأطراف تريد حل المشكلة حتى الإطار التنسيقي تحديدا على سبيل المثال السيد هاد العامري والدكتور حيدر العباتي يرغبون بشكل كبير جدا بأن يكون هناك حوار مع السيدة الصدر من أجل إنهاء هذا الانسداد السياسي على المستوى البيت الشيع وعلى مستوى يرضى السيد الصدر بفكرة تشكيل حكومة ويرضى عن مرشح الإطار لكن لا يوجد هناك يعني هذا الحوار لم يتحقق حتى هذه اللحظة للأسف الشديد بداية الإجابة قدرت يرغبون بطبط سيد هاد العامري و سيد العباء عبادي من لا يرغب برأيك؟ هناك من لا يرغب؟ لا أشوفهم وكل الأطراف هذه الإجابة توحي بأن من يرغب ومن لا يرغب لا أشوف يعني كل الأطراف الموجودة في داخل الإطار التنسيقي تحديداً هي ترغب بهذا الموضوع لكن هناك من يتحدث يعني علناً بأنه يريد هذا الحوار و هناك من لديه حسابات سياسية لا يتحدث بأنه يرغب بهذا الموضوع يعني إذا ردت أنت تتحدث عن دولة القانون تحديداً السيد المالكي يعني أنا فاهمك أنا ما أذكرت لا لا أنا فاهمك أنا تساعد لا لا شوف حتى السيد المالكي يعني أنصف وجهة نظر هذا أي طبعاً وجهة نظر أنا بعيد كل الوع لا لا بالعكس بس الإجابة توحي لا لا بالعكس الإجابة توحي بأنه يرغب وإذن يوجد من لا يرغب بالنهاية أنت تطرح فكرة حقيقية يعني ما حد قال لا لا أكو فرق بأنه أكو أشخاصية المستمرة تحاول أن تتواصل مع السيدة الصدر وتريد أن بشكل أو بآخر تعتقد بأن أي حكومة تتشكل هذه رؤية في داخل أجنحة الإطار التنسيقي أي حكومة تتشكل بدون رضا الإطار التنسيقي يعني العودة إلى سيناريو 2018 يعني العودة إلى الاحتجاجات يعني سقوط هذه الحكومة ولكن في نفس الوقت الإطار التنسيقي لن يقبل باستمرار بقاء حكومة الكاظمي وهذا ما يريده التيار الصدري بكل صراحة لحين إجراء انتخابات هذه أصلا المشكلة يعني بالعموم بالمطلق فكرة تحل البرلمان وإجراء انتخابات هذا مطلب مقبول وكل الأطراف السياسية بما فيها الإطار تقبل بذلك سنة كاملة وصلنا لمرحلة من النضج السياسي سنة كاملة هذا العناد السياسي هذا العناد السياسي من أجل الوصول إلى أقصى نقطة إما أن يحقق الطرف الذي يريد بقاء حكومة السيد الكاظمي أو الطرف الآخر الذي يريد أن يزيع حكومة السيد الكاظمي هذه هي أصل المشكلة بكل صراحة إذا ردنا نتحدث عن الديمقراطي والسيادة ليس لديهم تدخل في هذا الموضوع يعني هذا الموضوع لا أهمهم من هو الذي يكون رئيس الوزراء بكل صراحة باعتبار أن هذا من حصة المكون الاجتماعي الشيعي أرحب ريك